فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد أو اللقاء الثاني في شهر رمضان أبدأ الحلقة بسؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حقيقة وسؤال هام لأننا نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان ننظر من قبل الفجر قبل يعني من أول الصحور كان النبي عليه الصلاة والسلام يتصحر ويأمر صلى الله عليه وسلم ويأمر بالصحور ويأمر بالصحور فكما في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تصحروا فإن في الصحور بركة الصحور بركة يبارك له في صيامه وبركة يقوم في هذا الوقت قبل الفجر يتصحر في وقت نزول الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بعظمته سبحانه وتعالى ويصلي الفجر يصلي الفجر فالبركات كثيرات لمن تصحر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر أكلة الصحر حديث عند مسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر فالصحور يميز بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب فهم لا يتسحروا لذا فنحن من السنة أن نتسحر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر الصحور يؤخر الصحور صلى الله عليه وسلم بحيث يكون قريبا من الفجر بعض الناس لو تسحر في الساعة السنية عشر الواحدة لا يقوم لصلاة الفجر لا يقوم لصلاة الفجر فكان بعض الناس من سنته ومن هدي أنه يؤخر الصحور يكون قريبا من صلاة الفجر كما بحديث أنس رضي الله عنه عن زيد بن سابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة انتهى من الصحور قام إلى صلاة الفجر قلت أنس رضي الله عنه يسأل زيدا رضي الله عنه كم كان بين الآذاني والصحور الوقت قال قدر خمسين آية قدر خمسين آية يعني قدر أن تقرأ خمسين آية بتؤدى وبترتيل قد خمسين آية وهذا الحديث متفق عليه متفق عليه والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتصحروا ولو بطمرة ولو بطمرة أو بمزقة لبن بشربة لبن أو بشربة لبن إذن نبي عليه الصلاة والسلام كان يتصحر وكان يؤخر الصحور صلى الله عليه وسلم ثانيا النية طبعا تبيض النية من قبل الفجر تبيض النية قبل الفجر لحديث حفصة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وهذا في سنن أبي داود وغيره من لم يجمع الصيام يعني ينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له وهذا في الواجبات يعني صيام الوجبات كصيام رمضان أما في النوافل فالأمر يختلف والنية محلها القلب فلا يتلفز بها باللسان لا نعلم ذلك ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يأتي إلينا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول نويت أن أصوم الغد إيمانا واحتسابا أو نويت أن أصوم يوم كذا من رمضان إيمانا واحتسابا أن هذا لم ينقل إلينا أنا لا أعرف أنه نقل إلينا إنما النية هي عزم القلب عزم القلب إذن الصحور تأخير الصحور تبيته النية قبل آزان الفجر تعجيل الفطر تعجيل الفطر طبعا النبي عليه الصلاة والسلام طوال رمضان في عبادة صلى الله عليه وسلم في صلاة صلاة جماعة صلى الله عليه وسلم في طاعة الله سبحانه وتعالى تعالى في تعليم أصحابه صلى الله عليه وسلم في غزواته التي كانت في رمضان صلى الله عليه وسلم من هذه صلى الله عليه وسلم أنه تعجيل الفطر طبعا أذكار المساء تكون نجلس كده قبل المغرب نذكر أذكار المساء ونعجل الفطر لا نؤخر الإفطار كما بالحديث عن سائل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر اتفقوا عليه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر لأنهم يتبعون السنة ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار على رطبات الرطب كما بالحديث عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات مما عند أبي داود وغيره فالنبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات فإن لم تكن رطبات على تمرات على تمرات تمر فإن لم تكن حسى حسوات مما هذا قبل أن يصلي المغرب قبل أن يصلي المغرب ويدعو بهذا الدعاء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أفطر قال ذهب الزمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله الحديث يعني اختلف فيه أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم أما اللهم لك صمت وعلى رسقك أفطر فهذا ضعيف فهذا ضعيف ذهب الزمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله عند أبي داود ومتنازع فيه صحاتي حسنه بعض أهل العلم إذا أفطر الظاهر أن الدعاء يكون بعد الفطر والأمر فيه سعب قبيل الفطر مع الفطر بعد الفطر الله أعلم وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصائم عند فطره لدعوة ما ترد هذا عند ابن ماجة وأيضا حسنه أو بعض أهل العلم بصيري قال إن إسناده إن إسناده صحيحا لكن ضعفه غيره من أهل العلم ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يعني كما رأينا إن النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات أو طمرات أو يحس حسوات من ما يصل المغرب في المسجد يصل المغرب في المسجد طبعا يعني ما نراه من فعل الناس أنهم يضعون الموائد الممتلئة بأنواع الطعام والشراب وبمجرد ما يؤذن للآذان فإنهم يقبلون على الطعام والشراب بنهم وإقبالا بإقبال شديد ولا يصلون المغرب في جماعة لا يصلون المغرب في جماعة فأنت تضيع يعني ثلاثين صلاة مغرب في المسجد مع فضل صلاة الجماعة في المسجد وفضل صلاة الجماعة في رمضان وأن تصل عبادة بعبادة فهديوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم تملأ معدتك مرة واحدة وتأتي إلى صلاة الترويح بعد ذلك يعني تريد أن تنام تريد أن تنام فأنظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام رطبات يعني طمرات أو طمرات أو ماء أو حسوات من ماء وبعد ذلك يصل المغرب جماعة في المسجد ثم بعد ذلك يعني يكون نشط وصل والمعدة تحركت فيأكل ولا يملأ بطنه حتى يستطيع أن يصل صلاة الترويح بعد ذلك صلاة الترويح صلاة الترويح فالنبي عليه الصلاة والسلام كما بحديث عائشة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد ليلا طويلة في رمضان وصلى رجال بصلاته رقاه بعض الصحابة ويصلي في المسجد في رمضان فصلوا معهم صلى الله عليه السلام فأصبح الناس فتحدثوا طبعا هذا شيء طبيعي الناس صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام القيام في رمضان فتحدث الصحابة بزيره فقام النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الثانية فاجتمع أكثر منهم هذا أيضا شيء طبيعي فصلوا لنبي عليه الصلاة والسلام وصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكسروا أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته فلما كانت الليلة الرابحة عجز المسجد عن أهله امتلأ المسجد عن آخيره حتى خرج لصلاة الصبح يعني الصلاة والسلام لم يخرج إليهم في الليلة الرابعة لم يخرج إليهم لحجز المسجد امتلأ فلما صلى الفجرة على الصلاة والسلام أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما إنه لم يخف علي مكانكم يعني إنكم أقبلتم من أجل صلاة الترويح في رمضان ولكني خشيت أن تفرض عليكم خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتعجزوا عن هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا زمنه تشريع فخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض على الأمة فيعجز الناس عنها لذا في الليلة الرابعة لم يخرج إليه من نبيه صلى الله عليه وسلم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك والأمر على ذلك في عهد عمر رضي الله عنه كما ورد عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال أو القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع أوزاع يعني متفرقون يعني متفرقي فإذا الناس أوزاعا متفرقون يصلي الرجل لنفسي ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرحت جماعة يعني يعني هم في المسجد في صلاة ترويح في رمضان فرجل صلي بمفرده رجل صلي معه جماعة هكذا يعني لا أحد يعني لا جماعة واحدة فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمسل لكان أمسل ثم عزم فجمعهم على أبي النكع رضي الله عنه ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس صلونا بصلاة قارئهم بصلاة قارئهم فقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه طبعا هنا لا نفس المقصود من البدعة الشرعية حتى لا يحتج بأن عمر ابتدعى في دين الله رضي الله عنه لا إنما عمر رضي الله عنه كان يسير خلف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفعل شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن عمر عاد إلى أصل هذا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الترويح القيام ثلاثة أيام في المسجد جماعة وتوقف من خشية أن تفرض على الناس فيعجزوا عنه فأمر رجع إلى الأصل لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام فلا تشريع جديد فرجع إلى الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري وغيره من هج النبي عليه الصلاة والسلام الاكتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان في آخر الليل في آخر الليل في العشر الأواخر من رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتهد فيها صلى الله عليه وسلم ما لا يكتهد في غيرها من الأيام الأولى من رمضان عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد المئزر حديث متفق عليه شد المئزر إما أنه كناية عن اهتزال النساء أو كناية عن الاكتهاد في العبادة اكتهاد في العبادة وتقول أيضا يكتهد في العشر الأواخر ما لا يكتهد في غيرها ما لا يكتهد في غيرها فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ثلث الليل أو نصف الليل في غير العشر الأواخر من رمضان لكن في العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليلة بكامله صلى الله عليه وسلم ومن هذه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في رمضان الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان كان أيضا في حديث عائشة رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفق الله والحديث متفق عليه من هذه النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان الجود والكرم ومدارسة القرآن مدارسة القرآن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير هذا صفة في النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أجود من الخير بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في كل الأيام والشهوب لكن في رمضان يعني كان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم فهناك ارتباط بين مدارسة القرآن وقراءة القرآن وزيادة الجود والجود يعني أعم من الصدقة أعم من الصدقة فالقرآن يعني يجدد العهد بمزيد من غنى النفس بمزيد من غنى النفس ورمضان وموسم الخيرات لأن نعم الله سبحانه وتعالى فيه على عباده زائدة بمجموعة ما ذكره في حديث ابن عباس نجد الوقت ورمضان وقت فاضل القرآن وجبريل عليه السلام ومدارسة القرآن مدارسة القرآن هذا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكما ذكرت كان يكتهد في العشر ما لا يكتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم أحيى ليله كما في حديث أممين عيشة أحيى الليلة وأيقظ أهله شدة المئذر أحيى ليله بالطاعة بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وأيقظ أهله أي للصلاة في الليل الصلاة في الليل يقول إمام النووي يستحب أن يزاد من العبادات في العشر أو آخر من رمضان واستحباب إحياء لا يريه بالعبادات والنبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليلة كله في العشر أو آخر من رمضان على قول فريق من أهل العلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتهد في ليالي رمضان ما يكتهد في غيره وخاصة في العشر فيحيي الليلة كله في العشر أو آخر من رمضان صلى الله عليه وسلم هذا كان يعني عشنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته من شهر رمضان صلى الله عليه وسلم السؤال تالي يقول كيف أو تقول كيف نحقق الصيام الحقيقي كيف نحقق الصيام الحقيقي أنت سمعت أو سمعت ما ذكرته من هدي النبي عليه الصلاة والسلام طيب نخرب لفاصلة أرجع الإجابة بإذن الله ربا إن بعد الفاصل إن شاء الله وقدر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 أردنا عليكم بفضل الله سبحانه وتعالى أستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم كان السؤال قبل الفاصل عن الصيام الحقيقي الصيام الحقيقي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس الصوم هو الامتناع عن المفطرات من طعام وشراب وشهوة فحسب وطبعا هذا لابد منه امتناع عن الطعام والشراب والشهوة ما ليس يعني هذه وسائل امتناع عن الطعام والشراب وشهوة وسائل لتقوى الله سبحانه وتعالى فإن الصيام الحقيقي هو صيام الجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى أن تكفى العين عن النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى لا تكون صائما أو تكون صائما وتجرل نفسك في المحرمات وفي ما حرم الله سبحانه وتعالى فتضيع صيامك تضيع صيامك أنت في عبادة أنت في عبادة كما ذكرت أنك قد أحياك الله سبحانه وتعالى لرمضان وعندك الصحة للصيام رمضان فهذا فضل لا تضيعه بالنظر إلى المحرمات إذن أن تكفى العين عن النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى أن تكفى اليد عن أزى الناس وعن أغذى الحرام وعن أغذى الحرام يقول أنا صائم ويؤذي الناس بلسانه بيده يقبل المال الحرام فكيف تكون صائما وأنت تفعل ذلك أن تكفى الأذن عن السماع للمحرمات كما قلنا العين أيضا تكفى الأذن عن السماع لما حرم الله سبحانه وتعالى أن تكفى اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والشتائم ونحو ذلك أن تكفى الرجلة عن المشي إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا هو الصيام الحقيقي صيام الجوارح صيام الجوارح واعلم أن الامتناء عن الطعام والشراب والشهوة مفتراض هذا ليس هو الغاية إنما هذا وسيلة لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواء أبو غريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشربه نعم كبائر يقول قول الزور ويعمل زورا ويجهل على الناس فهذا ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه هذا الحديث عند البخاري وغيره هذه الكبائر قول الزور والعمل به والجهل إثمه عظيم قد يتجاوز أجر صيامه أجر صيامه فكأنه ما صام وفي حكم المفتر فهي تدل على عدم قبول الصيام وفي حديث أبو غريرة دلعانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل يعني كلام السيء والتفحش ولا يفسق ولا يؤذي أحدا فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم يذكر نفسه ويذكر من يسبه أو يقاتله بأنه صائم حديث عند بخارية مسلم وغيرهما وغيرهما فهذا هو صيام الحقيقية ليس الصيام عن الطعام والشراب والشهوة فحز نتخذ ذلك غاية بل إن الصيام وسيلة لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا لعلكم تتقوا يقول يسأل عن يقول بعض أحاديث يسمعها في رمضان ويعني بعض ذكر يعني بعضهم قال هذه الأحاديث لم تصح رغم شهرتها رغم شهرتها نعم هناك أحاديث الحمد لله والصلاة والسلام على صور الله عليه الصلاة والسلام نعم هناك أحاديث مشهورة على أسنة الناس وبعض الخطباء لكن هي ليست صحية ليست ليست صحية كالحديث الطويل الوارد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظل لكم شهر عظيم مبارك إلى آخره وفيه من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كانك من أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كانك من أدى سبعين فريضة فيما سواه وفيه أول رحمة وسط مغفرة وآخر عدك من النار حديث طويل وهو حديث منكر نعم حديث منكر يعني لم يصح لم يصح من الأحديث المشتائرة أيضا حديث صوم تصحه صوم تصحه فزعب فريق الآية العلم إلى أنه موضوع إلى أنه موضوع فريق قال بأنه ضعيف بأنه ضعيف أيضا ما حديث المشتحر نسمعه كثيرا حديث أبي مسعود الغفاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأهل رمضان فقال لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان إن الجنة لتزيّل رمضان من رأس الحول إلى الحول وحديث طويل وأيضا لم يصح أيضا من أحديث مشتهرة بين الناس ولم يصح يوم صوم يوم صومكم يوم يوم نحركم يوم رأس سنتكم يوم صومكم ويوم نحركم ويوم رأس سنتكم هذا حديث مجزوب هذا حديث مجزوب أيضا من حديث مشتهرة وضعيف اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هذا ضعيف هذا ضعيف أيضا من حديث مشتهرة بين الناس حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي هذا موضوع أي مجزوب هذا موضوع أي مجزوب والأحديث الصحيحة في فضل رمضان وصيام شهر رمضان كثيرة جدا كثيرة جدا فيا ليتنا نكتفي على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن قولي سبحانه وتعالى في الصيام طح أنه في قولي عن الصيام سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون يعني ما معنى الآية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب أي فرض وأوجب الله عليكم صيامه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم كما فرض على الأمم السابقة لكن هل كان صيامهم كصيامنا الله أعلم لكن كان لهم صيام كان لهم صيام وهذا بنص القرآن يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون لعلى على معنيين إما على وجهها أنها تفيد الترج لعلى وعسى تفيد الترج يعني لعلكم تحققون التقوى المقصودة من فرض الصيام من فرض الصيام أو لعلى تأتي بمعنى لكي أو لأجل لكي أو لأجل فيكون كما كتب يا الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فيكون لكي تتقون أو لأجل أن تتقوا لكي تتقوا أو لأجل أن تتقوا فإن الصيام وسيلة لتحقيق لتحقيق التقوى فالله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام لحكمة عظيمة كما في الآية ألا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى والتقوى الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم في الشرع كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ خطبه عليه الصلاة والسلام وكلامه بالآيات بالآيات التي تأمر بالتقوى بالآيات التي تأمر بالتقوى والله سبحانه وتعالى أمر الأمم السابقة كما أمرنا بتقوى سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى وَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا بكتابة من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أن اتقوا الله والتقوى يعني لها تعريفات كثيرة فإن اختصار كده أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقايا تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا أن تأتمر بما أمر الله وأن تنتهي عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى يعني هناك تعريف كده لابن مسعود وعليه ابن أبي طالب أن أقول ابن مسعود ما التقوى لما سئل عنها قال أن يطاع الله فلا يؤصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى وعليه ابن أبي طالب لما سئل عن الطقوى قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل استعداده ليوم الرحيل خوف من القليل من ربنا سبحانه وتعالى العمل بالتنزيل بالقرآن والسنة والرضا بالقليل القناعة والاستعداد ليوم الرحيل يوم ملاقات الله سبحانه وتعالى وقيل أيضا هي الخشة من الله حق الخشة ومدلول هذه التعريفات كلها يصب في معنى جامع واحد لكي نحقق التقوى كما في الآية لابد أن نصوم صياما حقيقيا كما ذكرته صيام الجوارح الذي ذكرته في إجابتي عن الصيام الحقيقي عن الصيام الحقيقي سؤال عن عدد ركعات صلاة الترويح عدد ركعات صلاة الترويح نعم هذه المسائل يعني اختلف فيها بعض الناس يعني والإخوة في يعني في صلاة الترويح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله وعنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة هذه من السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم حديثه متفق عليه متفق عليه وعمر رضي الله عنه صح عنه أنه جمع الناس على أبي ابن كعب على إحدى عشرة ركعة وأيضا صح عنه أنه جمعهم على إحدى وعشرين ركعة فرواية الإحدى عشرة هي أصح من رواية الإحدى والعشرين لكنها صحيح رواية الإحدى وعشرين صحيح من العلماء من رجح رواية الإحدى عشر بضميمة حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيده في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة وهناك من آه العلماء جمع فقال فعلوا ذلك أي في عهد عمر رضي الله عنه فعلوا ذلك أحيانا وذلك أحيانا بحسب طول القراءة بحسب طول القراءة وقصارها فإذا من هذه النبي عليه الصلاة والسلام العملي أنه الذي وصفته من المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة لكن هل يجوز أن يزاد على إحدى عشرة ركعة عندنا حديث حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مسنى مسنى أي تصلى ركعتين ركعتين فإذا خشيت nearest الصبح فأوتر بواحدة فتوتر لك ما قد صلت حيث مدفق على هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد عليه الصلاة والسلام لم يحدد عددا لم يحدد عددا طيب ننظر إلى كلام أهل العيد يقول شاهد الإسلام المتنمية يجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في رمضان يقول الأمر في سعة ويقول إمام الشفعية رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاسين وبمكة بثلاس وعشرين وليس في شيء من ذلك ضيق قال ابن عبد البر وقد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل وأنها نافلة فمن شاء أطال فيها القيامة وقلت ركعاته ومن شاء أكثر ركوعة والسجود ذكر ذلك في الاستسكاب والحافظ ابن حجر يقول والقاعدة عندهم أي في عدد ركعات الترويح كانوا إذا أطالوا القراءة قللوا عدد الركعات يعني يطيل القراءة يقلل عدد الركعات وإذا أخفوا القراءة زادوا في عدد الركعات والله أعلم والله أعلم زل الأمر فيه سعة فيه سعة لكن لو أننا اقتضينا بالرسول عليه الصلاة والسلام واكتفينا على إحدى عشرة ركعة فذلك خير فذلك خير والله أعلم أكون بهذا وصلت إلى نهاية حلقة اليوم أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله يا رب العالمي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر ترجمة نانسي قنقر